اهلا بكم النظام الغذاء المتوازن امر ضروري للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الكبد الدهني لان التغذاء الجيدة بتساعد على تعزيز وظايف الكبد وكمان بتلعب دور حيوي للحفاظ على الصحة العامة للجسم غالبا ما بيكون في مقاومة الانسولين في الاشخاص اللي بيعانوا من مرض الكبد الدهني لان اجسامهم بتقوم بافرازه ولكنها لا تعمل بشكل جيد وبالتالي بيتم تراكم السكر في الدم والكبد ويتم تحويل السكر الزايد لدهون بننصح حضراتكم واللي بيعانوا من مرض الكبد الدهني انهم يستخدموا الدهون الصحية زي الاحماض الدهنية والاوميجاسري واللي ممكن تلاقوها في الاسماك والزيوت النباتية والمكسرات وكمان بزور الكتان كمان الدهون غير مشبعة الاحدية ممكن تتواجد في المصادر النباتية زي المكسرات والافوكادو والزيتون ومضادات الاكسادة واللي بتكون موجودة في بعض الاطعمة زي الفواكه والخضروات اللي بتحتوي على بعض المركبات اللي بتعرف بمضادات الاكسادة واللي بتساعد على حماية خلايا الكبد من التعرض لاي ضرر كمان القهوة ممكن تساعد على تقليل البدانة ومقومة الانسولين والالتهابات بالاضافة الى انها ممكن تساعدك على الحماية من امراض القلب وغيرها من امراض الكبد ولكن بننصح بكمية قليلة منها فينجانين على الاكثر يوميا بالاضافة للتوم اللي انه ممكن يحسن من مقاومة الانسولين بالاضافة الى انه بيساعد على تكسير الدهون ويفضل مضغه ولكن لو منصح انه يتاخذ على معدى فاضية يفضل انه يكون بعد الاكل وبالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في المعدة ما بننصحش ان هي تتناول التوم الني الاشياء الاخضر بيساعد على انقاص الوزن وخفض معدل الدهون في الجسم وكمان بيخفض مقاومة الانسولين وبيعتبر مضاد اكسادة قوي كمان ما ننساش عنصر السلينيوم لانه يعتبر احد المعادن اللي تعتبر كمضاد للاكسادة قوي وهو ممكن يتواجد في البندق البرازيلي والتونة والمحار عليك ان انت تتجنب بالاطعمة اللي بتحتوي على السكريات المضافة والحلوة والصودة العادية لان الكتير من السكر البسيط يمكن ان هو يسرع عملية تحويل الطعام الى دهون في الكبد يفضل ان احنا نستبدل الحاجات دي كلها بالخضروات والفاكهة التوزيجة وينصح بتناول الكربهايدرات المعقدة اللي بتحتوي على الكثير من الالياف لان نسبة السكر بتكون منخفضة فيها زي الحبوب الكاملة والفاصولية والعادس والخضروات النشوية اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون فاتت حضراتكم شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته